كرسي المسؤول او غير رسمي بتصور الغير رسمي افضل او اقول بشركة مثلا شو ممكن تكون المسؤولية اللي تختارها بشركة خاصة مش اشي رسمي عمري ما فكرتك بحب اكون بين المجموعة ما بحب يعني من الشرط دائما اكون قيادة ممكن في هذا الجزء بفهم كويس انت انا ما بفهم بس اني ادع ان انا مدير لكل شيء بتصور صعبي عليه انا شخصيا طيب لنفرد جدلا كان كنت بموقع مسؤولية اللي اشي له علاقة بالفن بالاعلام وكذا شو القرارات الممكن اول قرار تتخدو لو ان عطلت المسؤولية بهذا المجال طيب هلأ شوف اول قرار بتاخدو تغيير المسؤول عن المسؤول تغيير المسؤول عن المسؤول هلأ مشكلت المسؤول عن المسؤول ونحكي عن الوظائف الكبرى بالاردن او بالعالم العربي بشكل عام انه اولا لما بيختاروا هذا الشخص انه يروح لموقعه أولا هم ظالمينه لأنه موصلين لرسائل خطأ أولا بيحكوا لهذه المؤسسة وهذا المكان مدمر هذا المكان رجع لورا كتير فهو داخل مسكين من حيث لا يدري حامل على كتفه مسؤولية مش مطلوب منه هو داخل هل ممكن يكون المسؤول ببعض الأحيان مسكين؟ في الغالب مظلومين مظلومين من هاي النقطة ويتبعها كل شيء هلأ لما يدخل المسؤول على المؤسسة بيقولوا له هاي المؤسسة لكل إشي فيها فاشل فيرى كل ما هو أمامه أسود أي شخص داخل عليه هذا هو السبب بيستثني بيأخذ قرارات أحيانا المؤثر عليها الطريقة اللي بعتوا فيها هلأ إيش اللي بصير الشغل الثاني إيش احنا بنضل محلنا المسؤول بيقعد سنة كاملة أو فترة طويلة من وظيفته أو أداء الوظيفي يثبت أنه كل اللي قبله كان خطأ جميعه وكل اللي قبله كان لهم حكوله فدوره أنه يثبت شو حكوله الثاني البعدي بيبدأ يفهم شو اللي عم بصيره سير مارس الثاني الثالثة بطير لم يوصل آخر بروح فبيجي اللي بعده من الأول في كتير كمان ملحوظة مهمة على الأداء الحكومي بشكل عام على المسؤول هناك فرق بين التغيير وبين الإصلاح التغيير دائما يكون التغيير اللي مرفوض لا نقبله وما في مرفوض إذا مرفوض أنت أصلا مفروض مش موجود لكن الإصلاح لمقبول لا نرفضه فيجب أن تعرف أن هناك في شيء صح وفي شيء غلط والعزل والانتقاء هو أساس العمل الإعلامي والفني والإبداع أنا أعزل ما لا أريد وأنتقي ما أريد مستحيل يكون في مؤسسة كل اللي فيها غلط وشيء آخر العذر يعني أوكي حلوة جميل جدا أنه أنت تمسك بإيد الشباب الجداد مثل ما بنحكي دائما هم عيوننا الجميلة التي نرى فيها الغد لكن أيضا يسجل لك يسجل لك بالشكر حفاظك على من هم أصلا رسموا هويتك ورسموا هويت الوطن وهؤلاء الناس في الغالب هم مواصلين درجة معينة من القناعة الإقناع ومن تعرف الناس لهم حملوا رسائلك هذا مش مضطر اللي بيشوفه أو اللي بيسمعه ويبدأ يتعرف من هو أسعد خليفة ومن هو فلان حملنا رسائلك وأنا بوصلها حلو أن تجيب أنت شباب جديد لكن هذا الشاب الجديد لسه في مرحلة بديو يتعرف عليه المتلقي هاي تأخذ منه لكن في ناس كتير جايينك ووصل لك سبعين بالمئة ستين بالمئة حملوا رسائلك ستصل أكثر وشيء مهم جدا نحن عادة لما تصبح مؤثر فالتأثير هذا هو عبارة عن موهبة والموهبة يجب أن تتعامل معها كأمانة أنه أنت مؤتمن على هذه الموهبة يجب أن تحملها مضمون إيجابي اللي بيصير أنه أنت لما تصبح مؤثر فأنت تنفلت من المكان وتنفلت من الزمان في السودان بقولوا محمود درويش إلنا في البرازيل بيقوا إلنا احنا بالأردن بنقول جارثية لوركا إلنا وبنحكي استان سلافسكي إلنا فلذلك يجب أن تترك هذا الشخص لحتى أنه ينفلت من المكان وينفلت من الزمان احنا محكي مرؤول قيس إلنا بنحكي المتنبي إلنا فلذلك يجب أن لا تقف في طريق الناس المتقدمة يجب أن تدعمه ويجب أن تمسك بيده ويسجل لك هذا بالشكر دائما خلينا نحكي لو أعطناك برضو الفرصة تكون وزير ثقافة شو ممكن نتغير وشو المآخذ اللي خلينا نحكي الموجودة حاليا على وزارة الثقافة بشكل سريع وموجود أستاذ الآن معروف أن الثقافة دائما مشروع طويل الأجل حتى تعمل تغيير الثقافة بدك فترة زمنية أطول ولكن المشكلة مش بمن يحمل حقات وزارة الثقافة أو العاملين بالوزارة لكن المشكلة بتقدير حجم الثقافة من المجمل العام موازنات وزارات الثقافة لا تناسب لا تناسب كمية الإنتاج الثقافة وكمية الإبداع والإشعاع الموجود في مثقفين وفي مبدعين فهذه دائما تأخذ من يعني حتى بعض الأحيان يعني السلوغان أو القايدة اللي اشتغلوا عليه للوزارات أن الثقافة ترعاها يعني مثل ما نقوله أنه الإم اللي بتربي مش الإم اللي بتخليك لا الثقافة بتخليك ممكن تنتج ممكن تعمل أشياء كبيرة وعندنا نماذج كثيرة شاركنا فيها ونماذج شاهدناها أستاذ أسعد هيك نحن نكون خلصنا من كرسي المسؤول يطول الحديث بكرسي المسؤول بس عشان شوي محشرين بالوقت بدنا نروح على كرسي الاعتراف جاهزين؟ يلا فيه تعذيب لا لا ما فيه تعذيب لا لا ما فيه تعذيب ممكننا نعتقد بالكلمة المنيحة والحلم ما فيش مشاكل أنت استعجلت أنت قمت على طول على الكرسي يلا مش 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 كلمة خلينا نروح معاكم على كرسي الاعتراف ونرجع إن كابل معاكم يلا